السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سنجدوا مخرقة بمناسبة حلول شهر رمضان نتمنى ويدخل علينا بالصحة والسلامة والرزق هذه المخرقة تأتي رائعة لا في شكل ولا حتى في المدى سنجدوها بطريقة تكون بسيطة وكذلك سهلة كما تشوفوا معي تأتي شيشة وكذلك حتى معلكة وسر التعليكة ديالها هو القوام اللي غادي نخدمو بهم وكذلك العسل العسل اللي شي حاجة ضرورية إلا كان نجح كدجينا المخرقة ديالنا معلكة وفيتلي وجدته معكم في فيديو سابق هناك ناخدو الماء يكون مغلي مزيان كنضيفو فيه ملعقة صغيرة ملوءة من الخرقوم بلدي عواق الملوين أو ضماء كيبقى هادشي اختياري نتومو شنو باش كتتخدمو ضفتلي القليل من زعفران زغبة كنخليه تلقلي شوية ديال الوقت هناك ناخدو الخلاط الكهربائي هو باش كنخدمو كنضيفو أربع كاس ديال العنباء غير مملوء من الخل اللي اعطاني خمسة الملاعق كبار حاولت أنني نعبرهم بالملعقة اعطاني خمسة كبار كنضيف عليه الكاس اللي درنا فيه الماء اللي فيه زعفران و الخرقوم بلدي كاس ديال الزبدة اللي مدوبة نوازيت غير هي ما نخليوها حتى يولي اللون ديالها بوني مادي كان مدودو ندوبوها غير كتعطينا هذيك الريحة زوينة وصافي كنحبسوه كناخدو هنا يا كاس ديال العنباء اللي فيه ميوت سعين ميلي لاتخ بالنسبة لي ما عندوش باشي عبر كاس قل ربع ما بين زيت بلدية ونباتية يمكن لكم ديرها كلها نباتية ماشي مشكل صفار ديال البيضة كتبقى اختيارية غير هي كتعطينا واحد تعدية وزوينا وبالنسبة للزجلان حاولوا انكم ما تحمروش غير صهدو باش يسهل لنا في الطحين وبالنسبة للكمية انا درت هنا 320 جرام جاتني هشيشة ولكن يمكن لكم انتم ديروا 250 جرام لانا في الكيلو كان ديروا 250 جرام بغيتو هاد جيكم هشيشة ديروا 320 جرام بتاب 250 جرام را كتجي القوام ديال هزبين مهم هاد انا كنقول لكم شنو اللي كين ويكونوا مطحون مزيان وحتى كنبلي لكم بحل العجين باش ما يعدبكمش اثناء الشباك كنضيفوا ملعقة كبيرة ملوءة من نافع اللي يحتوي يكون مطحون ومغربل وملعقة كبيرة من القرفة كذلك تكون ملوءة ويكونوا مطحونين ومغربلين هشتطوا اللي كيكونوا العيون دياله أرقاق اللي كنسميه هشتطوا وكننضيفوا لهم قبيصة ديال الملحة هنا عندنا القليل من المسكة الحرة طحناها مع سكر ملعقة ديال السكر وهنا عندنا خميرة ديال الحلوة ساشي من فئة سبعة جرام وقبيصة ديال الخميرة ديال الخبز هنا ما غاديش نديرهم دابا حتى غادي نطحن هاد المكونات اللي كان نطحنهم مزيان وكان حصل على هاد الخليط هاد الخليط غادي هو اللي غادي نرملو به الطقيق ديالنا كناخدو كيلو ديال الدقيق يكون من نوعية جيدة كنضيفو الخليط نقمشو لخلاط الكهربائي يعني سهل عينا بساف ديال الخدمة وغادي نحصلو على واحد العجين اللي غادي تكون زوينة وغا تساعدنا في الخدمة كنحاولو كنلبسو هادك الدقيق ديالنا حتى كنحصلو اللي كيكون مرمل بهات الشكل عادة كنضيفو الخميرة ديال الحلوة ساشي من فئة سبعة جرام القليل من الخميرة ديال الخبز حبيبات اللي ضفتليهم شوية ديال الماء الظهر حاولو ما تكتروش من خميرة ديال الخبز غير حبيبات خلاص إلا كنتو اديكم تقال باش ما تخمرش ليكون عجينة هنايا كأس ديال العنباء ديال الماء الظهر هو ربقاء ما ضفتوش كلو كنخلاط وكنضيف وكنشوف كماشتو هاد نتيجة وصلت لها بكأس ديال العنباء ديال الماء ديال الظهر بقيت هنا محتاجة واحد الرشة يمكن انتو ما تحتاجوا كتر على حساب الدقيق اللي عندكم وكذلك في حالة الى نقصوا منزل الجلان كيف ما قلت لكم يمكن لكم تديروا مائتين وخمسين جرام حتى عيارة كافية بالنسبة للكيلو تاعد دقيق هنا هنا ندر تلتمية وعشرين جرام هاتشي اللي هزلية ديال الظهر كاس واحد رشيشة ونخليو العجين ديالنا تبقى قاسحة شوية وغادي ندلكوها كما شفتو معايا كان عد ندلكوها واحد شوية لانا هادك فاجد لنا هادك المقادير في الخلاط الكهربائي غرا سهل علينا الخدمة وحصلنا على عجين اللي هي زوينة بزاف وغادي نشكلوها على شكل حرابي باش تسهل علينا الخدمة وهنايا كما كتشوفو بعد ما شكلناهم وغادي نبدو نتلقو فيهم بالدلاك مهم طريقة رباينة واضحة في الفيديو غادي نتلقو الحربول الأول بهذا الشكل غادي نتنيو الجوانب دياله وغادي نعودو نتنيو ونطلقوه ونعودو نتنيوهم مرة الثانية حتى غادي نحصلو على واحد الضرف يكون صغير بشكل مربع مهم هالطريقة باش غادي نحصلو على شباكية كتجي مرقة وكذلك كتجي حتى الخدمة كتكون منضمة وكنسهلو علينا هنا غادي نصيب الحربول الثاني ونبغي باش توضح لكم طريقة مزيهان هنطلقو نعودو نتنيو الجوانب نعودو نتنيو وهنا رابعد ما طلقتهم شي شوية ما خليتهم مش مربعين صغار طلقتهم واحد شوية بالتللك وغادي نوضعوهم في بلاستيك غدائي وغادي ندخلهم تلاجة ارتاحوا شوية ما جبدوش العجين كاملة جبدو غا الكيمية باش غادي تخدمو وهناي القطعة قسمتها على جوج وغادي ندووزها في الوراقة بالنسبة لوراقة هنناي الرقم ستة واللي كيعطيني العجين غليظة وواحد هو الرقيقة أنا دوزتها في رقم خمسة والمرة التانية غادي ندووزها في اربعة والمرة التالتة غادي ندووزها في الرقم ثلاثة دوزتها في الرقم جوج ولكن جاتني رقيقة من الأفضل ما ديروش الحلوة دي لكم رقيقة خليوها تكون مبين وبين هناك في موريتكم موريتكم الجرارة العادية اللي كنخدمو بها وكذلك حتى هاد الآلة اللي موجودة بسا في السوق اللي كتسهل علينا الخدمة من الأفضل ديرو هادي باش ما غاديش تلقاو واحد صعوبة على حسب التجربة مويم كنوصيكم تخدمو بهاد الآلة لأنها غادي تسهل عليكم بزاف دي الخدمة وهناي كتعطينا خمسة دي الشريطة كيف نمشتو كنديرو الشريط الأول على الثالث وغادي نوضعوه فوق من الخامس بهاد شكل هاكو مويم طريقة واضحة راني حاولت ندير آآ نخلي آآ الفيديو باطيء في هاد المرحلة كنديرو ثلاثة الأشريطة وجيال الآخرة فيها الجوش كيف ماشتو راني قلبتها كنشدو رويسات كنقبطوهم زيان وكنعاودو كنقرسوهم مرة أخرى باش ميتحلوش لنا في القلي وكنعاودو كنقلبوها بهاد الشكل نتمنى أن الطريقة تكون واضحة كنقبطو كنحاولو أننا كنجروها ونشوفو الجوانب إلى كانوا خارجين بزاف نقطعوهم كنقبطو سهلة وبسيطة ونقبطو ونقبطو الحلوات ونحاول أن ندير معكم واحدة أخرى سنقبطوها باستة ديال الأشريطة لأن هذه الآلة دارت لي خمسة ديال الأشريطة سنقبطوها بجرارة كنقبطو ستة نضع جوش على جوش على جوش يعني كل جهة فيها ثلاثة كناخدو الرويسات كما تشوفو معايا كنقرصهم وكنعاود نتنيق ونقرصهم قليسة أخرى باش ما يتحلوش ليه أثناء قلي كتتكون لنا واحد العوينة هي اللي غادي نخشي فيها الصبع وكنقلبها هاك بهذا الشكل كنحاول كنجرها واحد شوية كنقبطو 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 هادي ديال ستة الأشريطة أتمنى أن الطريقة تكون واضحة وهنا بعد ما كنكملوه هنا كنقبطو الحلوة ديالنا حتى كنت نشوف عادة كنقبطوها بالنسبة المخار القايم كلكم تخليوها تبات في حالة لما كانش فيها خميرة ديال الخبز تكون فيها غير ديال الحلوة أما بالنسبة لهذه غادي نقلوها في نفس النهار وهناك كما غادي تشوفوا معي العسل كي يجي القوام دياله بهذا الشكل وجدت معكم في فيديو سابق كان أخد غير الكيمية اللي غادي نحتاج في الحلوة باش يلابقى لنا العسل يبقى نقي وكان أخدو مقلات كان وضعو فيها الزيت وكان جربو بقطعة صغيرة وكان شوفو في حالة إلى رميناها وتحمرت لنا في الحين يعني أن الزيت سخون بزا نقصه من الحرارة دياله عادة كان نرميو المخرقة ونطيبوها في حرارة اللي تكون مهيلة باش تجينا طيبة من الداخل ماشي محمرة من برا وما عاطيناش حقها في الطياب من الداخل وهنا بعد ما كتشد راسها كان بقى وكنحركوا فيها بهذا الشكل باش كتجينا في الطياب موحدة وما تخليوهاش تحمر بزاف زيت خاص اللون يكون مذهب بحال هاكوا لأن باقين غادي نطفيوها في العسل وغا تزاد مازال تحمر وهنا العسل هيك نحطه طنجرة حتى النار وكيبدأ يطلق يعني من اللي حطينا احدى سخونية ديال المقلع وكذلك من اللي غادي نوضع في الحلوة ديالنا سخونة غايبدأ يطلق وغادي ما نضغطوش على الحلوة في العسل لأنها مقومة وهشيشة هيك نهسو العسل وكنوضعو عليها خاصنا نعطيوها شوية ديال الخاطر كيما كتشوفو بها الطريقة كنهسو وكن نديرو فوق منها بشوية لأن الحلوة ديالنا كيما كتليكم هشيشة امتا غادي نبدا ونضغطو عليها في العسل في حالة إلا كانت قاسحة وإلا كانت قاسحة ما كتجيش زوينة مهمتو ما يتبعو هذه الخطوات وغادي تكون ان شاء الله النتيجة اللي هي مردية وغادي تعجبكم وكنرشوها بزجلان بعد ما كنكونو محمرينو وكنديرها كتستقطر في واحد الكتكاس ولو واحد شبيكة بالنسبة لهذا الكتكاس اللي عنديرها عنده واحد القاعدة اللي هزه ملتحت وفي حالة لما كان شر جيلات ديرو شيء زليفة وهنايا غالبدا معاكم آآ طيبة آخرة وانتمنى أن طريقة الطياب حتى هي تكون مفهومة لأنها مهمة باش تجيكم نتيجة ناشحة وما ترميوهاش في الزيت باردة رحت غادي تشرب لكم هذيك الزيت وما غاديش تجي زوينة كي ماشتو هنا بعد ما مرميت الحلوة ديانا آآ خفطت من الحرارة مهم طريقة ديال القريان حتى هي أتمنى أنها تكون واضحة لكم في الفيديو وكنهزو العسل بهذيك الطريقة وفي حالة إلا تغطوا في في التعسال ديال الحلوة ما كانش لي معاونكم طفيوا على المقلع وحتى تحيدوا الحلوة ديالكم من طنجرة ديال التعسال عادة وارجعوا طيبوا لأنه إلا تضغطوا تقدروا تحرقوا الحلوة ديالكم ويمشي لكم هذا التعب كله هكاك وبالنسبة لطريقة تخسين ديال المخرقة أخذوا واحد العلبة اللي تكون محكمة الغلق وكنديروا واحد طبقة من المخرقة وكنفرقوا بين الطبقات بلاستيك ديال تلاجة اللي يكون مزيان بعد ما كتعمر لنا العلبة كنغلقوها مزيان كندوروا لها الفيلم أليمونتر وكنوضعوها في المجمد كتبقى لنا مدة طويلة يعني نمدة بالأشهر وكيبقى العسل لاسق عليها ومن اللي كنبغيوها كناخدو غير الكيمية اللي محتاجين وكنوضعوها في علبة صغيرة وكنوضعوها في تلاجة كتبقى المخرقة ديالنا رائعة ونتمنى أن الطريقة تكون واضحة وبعينة وهالحلوة ديالنا بعد ما وجدناها وطيبناها والمخرقة كتتابر إحدى أهم وأشهر الحلويات المغربية منذ القدم واقترن اسم ديالا مع الشهر الفضيل اللي هو شهر رمضان وأصبح شبه مستحيل أن يخلو بيت من البيوت المغربية من وجودها بدليل أن هناك بعض الناس ما كيستغنوش عليها وما كيكونش عندهم الوقت باش يحضروها في البيت وكيتضرروا أنهم يشيروها من السوق وبطبيعة الحال الحلوة اللي كنحضرو داخل البيت ماشي بحالة ديك اللي كناخدو من السوق لذلك حاولوا باش تلقاوا الوقت باش توجدوها على يديكم كيف ماشتو ورحنا في الفيديو وجدناها بطريقة بسيطة بسيطة ونتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو وتتبعوا الخطوات لتحضيرها ولكن بالرغم من ذلك أنصح الناس بعدم الإفراط في أكلها كله غير القياس هذا بالنسبة الناس اللي اللي بصحتهم أما الناس اللي مرض بمرض سكري باعدوا منها بالكل في حالة إيلة تشهيتوها بعد ما كان طيبوها نديروا فوق منها غير قطرات ديال العسل الحرة وبالمناسبة كنبارك لكم مسبقا لهذه الأشهر شعبان ورمضان وكل عام وأنتم بخير وانتمنى أنكم تبارتجيوا فيديو مع الأهل والأحباب وشكرا على المشاهدة وإلى فيديو قادم إن شاء الله